لا تزال الجهات الحكومية في بغداد تتجاهل التحذيرات المتكررة من مآلات التغير المناخي وجفاف المياه وانعكاسها على الوضع البيئي والاجتماعي لاسيما في وسط وجنوبي العراق ومع ارتفاع وطيرة التصحر وشح المياه تتلاشى الزراعة المحلية وتهاجر آلاف العائلات من الريف إلى المدن اضطراريا خبراء في مجال البيئة اكدوا ان موجة التصحر التي تواجه العراق تهدد مستقبل الاجيال القادمة وتنذر بكوارث بيئية وصحية لا يمكن تجاوزها حيث باتت نحو 70% من المساحة الصالحة للزراعة مهددة بالتصحر خلال فترة لن تتجاوز السنتين اذا بقي الوضع المائي في العراق على ما هو عليه وفي المقابل يقدر الخبراء حجم المساحات الخضراء في العراق بنسبة لا تتجاوز 4% من مجموع المساحة الكلية للاراضي العراقية ويبدو ان الحكومة الحالية مصرة على الحلول الترقيعية لمشكلة كبرى مثل جفاف المياه واخر تلك الحلول ما اعلنه السوداني في اذار الماضي من اطلاق مبادرة تشجير لمكافحة التصحر والعواصف الترابية خلال مؤتمر العراق للمناخ في البصرة مبادرات تلو المبادرات لا تمس جوهر الازمة كما انها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم الجدية وعدم توفير الدعم المالي الكافي لمعالجة المشكلة ولعل انعدام الرؤية العلمية والتخطيط السليم مشكلة اخرى لا تقل خطورة عن مشكلة التصحر نفسها وعلى وقع كارثة الجفاف تقر وزارة البيئة باستمرار عمليات النزوح القسري اثر شح المياه وتزايد رقعة التصحر في مختلف المحافظات حيث نزح ما لا يقل عن 68 ألف عائلة في مناطق الأهوار الصيف الماضي بعد فقدانها سبل العيش وتدهور قطاع الزراعة وتربية الحيوانات معطيات من شأنها التأثير سلبا على مختلف القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاعات الزراعة والسياحة والاستثمار والتجارة وفي المحصلة فان البلد مقبل بحسب دراسات ميدانية على عواصف ترابية أكثر وزيادة في ملوثات الهواء والمياه إلى جانب انتشار الأمراض والأوبئة ترجمة نانسي قنقر